وللمزيد وأكثر ينضم إلينا هاتفيان الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني أهلا بحديك معنا يا فندم، سالخير سالخير وصدح خلينا نتفدي مع حضرتك بعنوان القمة لم الشمل كيف ستساهم قمة اليوم في لم الشمل العربي من جديد وما هي أهم توصيات التي خرجت بها القمة من وجهة نظر حضرتك أولا السلام عليكم وعلى كل سنة المشاهدين يعني هناك أكثر بالنظرة حينما تنظر نظرة واقعية للقمة مجرد أن نعقادها هو شيء جيد للغاية في ظل النهاية هذه الثلاث سنوات لم تعقد بسبب ظروف كورونا وبسبب أيضا ظروف القسمات العربية الشديدة جدا لأن كورونا تقريبا من سنة والأمور بدأت أكثر هدوئا لكن لم يكن هناك توافق على انعقاد القمة أو على موضوعاتها وجدل كبير كان موجودا في الطفل العرب وبالتالي حينما تنعقض القمة في هذا أمر تطور طيب وتطور جيد حينما يلتقش القادة العرب وجهاً لوجه هذا أمر جيد أيضا حينما يتفق العرب على قمة مقبلة في السعودية قبل نهاية مارس المقبل هذا تطور جيد حينما يقول العرب بالنفذة أنهم يدعمون القضية الفلسطينية ويدعون إلى إنهاء الاحتلال السعيلي هذا أمر جيد لكن بجانب هذه الأشياء الطيبة هناك أشياء كثيرة جدا هي مجرد وعود للأسف الشديد يعني إذا طالحت البيانة الختامة هتلاقي التعبيرات الآثية التأكيد على الالتزام به التعافل به دعم التأييد المواطن البسيط العربي حينما يقارن بين هذا البيانة الختامة وبينما يدعو على الأرض لا يجد فعلا كثيرا على الأرض وبالتالي يكون هناك تشكيك أو عدم يقين بقيمة العمل العربي المشترك والواقع العربي للأسف الشديد نعلم أن هناك بلدان كثيرة جدا تعيش حالة صراعات صعبة جدا لدينا نموية سوريا لبنان سودان اليمن ليبيا حتى الدولتين الدولة التي تصدفها في مهي الدزار الشفيق لديها مشاكل مع المغرب ورأينا ثلاثة إعلامة بين الدولتين في الفترة الأخيرة حتى أثناء القمة وبالتالي كيف يمكن أنا أتمنى كمواطن عربي أن يتم تحقيق بند واحد فقط من البنود التي جاءت في البيانة الختامة لو أن العرب اتفقوا على تنفيذ بند واحد فقط من هذه الجنود الجميلة التي تعلق بالقضية الفلسطينية والعمل العربي المشترك والتعاون والشراكة والتكامل الاقتصادي والدعم الإخريمي وإدانة إسرائيل وإدانة التداخل في الشيون الداخلية وكل الكامل أنا أقول في حضرت ده موجود في التوصيات لو أنهم اتفقوا على تنفيذ بند واحد على أرض الواقع لذلك إيمان المواطنين العربي العديد بأهمية العمل العربي المشترك ولا تحول بالفعل إلى يعني يعبر يعني زمان كنا بنسمع وفي سخرية من شعار دولة واحدة من قطة الخليد أو دولة عربية واحدة ذات مثالة خالدة الأمور زادت أصبحت على أرض الواقع عن قسمات شديدة لكن مرة ثانية حتى لا أبدو متشفئما فإن مجرد الإنعقاد مجرد التحاول مجرد التواجل هذا أمر جيد الدامعة العربية لا يمكن أن نلومها لأنها ليست يعني لا تملك ديوشا خاصة أو بيزاليات مستقلة هي حصيلة إرادات الحقومات العربية وليس للتواجل وبالتالي تأتي التوصيات معبرة عن درجة التوافق أو التناثر أو التجاذب ما بين هذه الحقومات كل ما نأمله أن يخطر أن نقلد النموذج الأوروبي نقول أن هناك بيننا خلافات أحيانا اختلافات أحيانا لكن نستفق على الحد الأدنى ننفذ ما استفقنا عليه ونجلب الخلافات لو أننا يعني نتذكر أنه في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي مجلس الوحدة العربية بدأ عمله للوصول إلى السوق العربية المشترك هذا الوقت كان بالضبط نفسه هو بداية السوق العربية المشترك لكن علينا أن نقارن أين وصلوا وأين أصبحوا الوضع اللي يحتاج بطبيعة الحال يعني يرسله بالعكس الأسر الشديد العديد من الدول العربية هوياتها ووجودها طارة مؤددة حرفية الصراع على الهوية موجود في أكثر من دولة صراعات صائفية الحمد لله الذي نجي مصر مما لحقا بالكثير من الدول الشقيقة التي نتمنى لها بطبيعة الحال بالتأكيد أستاذ عماد رغم تعدد الملفات التي ناقشها القمة العربية زي ما حالك ذكرت في الجزائر إلا أن القضية الفلسطينية كان لها نصيبا كبيرا من الحديث والتوصيات النهائية للقمة برأيك كيف ستساهم توصيات القمة اليوم في حل حالة الأزمة الفلسطينية يعني أخفى أن تكون إجابتي أيضا متشائمة لو أن أي شخص متابع للقمة العربية قرأ البيانة الختامة اليوم وقرنه بالبيانة الختامة قبل خمسة أو عشر أو خمستاشر سنة سوف يجد نفس العبارة تقريبا لكن نحن في كل عام يمر الأسف الشديد المسافة بين الكلام والواقع تبدو بعيدة القضية الفلسطينية كنا نقول دائما ونكرر أنها خضية العرب المركزي والبعض ما زال يقول ذلك لكن الالتزام على الأرض الواقع صعب وقليل وعليك أن تجد مثلا تقارني أو تلاحظي الإنفاع العربي نخو إسرائيل ولا ننوم الدول شخصيا من حق كل دولة أن تتخذ ما تشامل القرارات لكن على الأقل أن يكون هناك تروي في هذا الأمر حتى نحقق القضية الفلسطينية لحد الآن هناك جهد عربي حقيقة بيبذل على الأرض الواقع تبجره مصر وتبجره الأردن في دعم القضية الفلسطينية نرى الدعم البصري المستمر لهذه القضية في إعمار غزة في مواقف سياسية كثيرة في التدخل لإنهاء العدوان الإسرائيل لكن يدون محيطة لا تصفر بعض الدول العربية تخلت تماما عن دعم القضية الفلسطينية وبالتالي لا يشغل لكثيرا أن يكون هناك عشر أو خمسفاشر بند في تنكمل عربية لدعم فلسطين والتأكيد على قدسة العاصمة وإقام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس في حجوز 2-4-2 أو 3-3-8 ودعم صمود الشعب الفلسطينية هذا كلام جميل لكنه للأسف الشديد لم يرقب إلى مستوى الفلسطينية لو أننا دعمنا القضية الفلسطينية لو أننا تمكننا من تقناع الأشقاء الفلسطين بالمصالحة لأنه يكونوا قد تفعلنا أمرهم طيبا لكن نعلم لا يمكننا أن نتخيل أن توافق السرير على إقامة دولة الفلسطينية إننا الفلسطين أنفسهم لا يستطيعون التصالح مع أنفسهم هل قضايا تبدو بديهية لكن الواقع العربي للأسف الشديد الأمور صعبة وعلينا أن نوادي يعني على سبيل المثال هناك أزمة أمن غزاء عربي فادح هناك أزمة مناخ شديدة جدا ويستطيع العرب بثروات المكثيرة جدا إن أحلوا هذه المشكلة لو أن نوايا خلصت لو أن التثمارات الخارجية على سبيل المثال ركزت أكثر في زراعة في السودان مثلا أظن لو أن ذلك قد حدث لتم حل القضية قضية أمن غزاء العربي لكن هاردي أمر تاني يقول أن أستاذا نفسه عنده مشاكل كبيرة جدا ورغم كل الثروات التي تمتع بها يستورد حبوب أحيانا من الخيار نسبة من الحبوب أستاذ أمد لو تسمح لي من أهم توصيات القمة التي خرجت اليوم هو رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكلها في شؤون الداخلية للدول العربية كيف تؤثر التدخلات الخارجية على الواقع العربي وكيف يمكن التصدي لمثل تلك تدخلات من وجهة نظرك ربما هذه التوصية من التوصيات المهمة بالكامل وهي رسالة تحديدا للجميع كل من يتدخل في النور لكن هي رسالة وضحة إلى إيران وتركيا إيران تتدخل في أشخاص الداخلي العراقي اللبناني السوري اليمني وتناصر تريحا ضد تريحا على أساس مذهبية للأسف الشديد تركيا تتدخل في سوريا وفي العراق تقصف العراق يوميا بحجة ضرب قواعدات العمال الكوريستاني وتحتل شريطا من الشمال السوري وتتواجد فيه تنظيم القاعدة الأرهام هذه التدخلات فجأة وغيرت لكن هاتين الدولتين إيران وتركيا فعلا لذلك لأن العرب مفتسمون وبالتالي الأسف الشديد كمان بعض الدول العربية تساعد هذه التدخلات ما كان يمكن لإيران ولا تركيا ولا أي دول أن تتدخل في شؤون دول عربية أخرى ما لم تكن هناك أرضية ممحلة للهدرات وبالتالي هذه التوصية مهمة جدا ورسالة إلى تركيا وإيران وكل من المفتسمين فعلا بأنه لا يمكن الحديث عن صداقة عربية مع هذه الدول بدون التوقف عن التدخل في شؤون داخلية للدول العربية وأيضا التدخلات تركي في ليب هناك كثير من التدخلات العربية مقاولات التدخل الأسيوبية في السودان أحيان أو التدخل الأسيوبي الكيني الأفريقي في السمار هناك كثير من التدخلات لكن علينا أن نقتنع أو نقرب أننا في اللحظات التي نضعف فيها كعرب يزداد التدخل الأجنبي في شؤوننا الكاتب صحفي عماد الدين حسين أعوض مجلس الشيخ وأعوض مجلس أمناء الحوار الوطني بشكرك شكرا جزيلا